سمر المحلي في التسويق للصناعة اللي الناس دلوقتي بقت بتدور عليها طول الوقت بيدوروا على صنع في مصر عشان يروحوا يشتروا بالزات هذا المنتج ضفتي الكريمة اللي هتناقش معنا النهاردة في هذا الملاف الأستاذة دينا الدليل عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ أهلا بك يا أستاذة دينا أهلا بك يا أستاذة دينا وبالتأكيد يمكن أيا زكرت العديد من النقاط لكن خلينا نتوقف عند أهمها أن هذه المبادرة من أهم أهدافها أنه هو أن نقلل الفجوة الاستراضية نحن نعتمد بشكل كبير على المنتج المحلي المنتج المصري خلينا نكلم على أهم القطاعات اللي أخدنا فيها خطوات واسعة علشان نقلل الفجوة الاستراضية احنا الحقيقة بنشتغل في أكتر من قطاع صناعي من أهم القطاعات بنستهدف إيه بنستهدف زي ما حضرتك قلت تأهيل الفجوة الاستراضية فبندرس الفطورة الاستراضية بنشوف إيه أكتر الحاجات اللي بنستوردها وهي دي الحاجات اللي بنستهدفها فدخلنا في قطاعات صناعية جديدة زي مثلا قطاع الخامات الدوائية زي قطاع الصناعات الهندسية قطاع الألات الثقيلة مثلا زي اللوادر والحفرات قطاع الخامات الغذائية نتخيل ونحن نتكلم على هذه مبادرة نحن نتكلم على صناعات صغيرة صناعات متنهية صغيرة لكننا نتكلم هنا في صناعات كبرى نحن نتكلم فعلا في صناعات كبرى هي الحقيقة الفكرة في إبدأ في الأول كانت هي ربط مؤسسة حياة كريمة بمشروع متكامل للصناع بعدين كانت توجيهات سيادة الرئيس لنا إن احنا نشتغل على نطاق أوسع فبقينا منستهدف تطوير القطاع الصناعي كله فالحقيقة دلوقتي بنتكلم على قطاعات صناعية كبيرة وعلى منتجات لأول مرة بتصنع في مصر مش بس في مصر في الشرق الأوسط فبنتكلم على حاجات مثلا زي محاركات وسائل النقل الخفيف زي اللوادر زي ما قلت لحضرتك الخامات الدوائية مثلا مصنع نوفا اللي هو للتنمية الصناعية ده كان من المصانع اللي استعرضناها قدام سيادة الرئيس في الملتقى ده بيصنع المكونات بتاعة محطات الميا لأداء مصنع من الأول في نوعه في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا دور اللي بتقوم بيه ابدأ لدعم الصناع أو المستثمرين المحليين خاصة في وقت الجميع بيبقى عنده تخوف من تغير الوضع الاقتصادي بتحرك الأسعار نوعا ما فبيبقى عنده تخوف أنه فيه في النص ممكن يتعثر ممكن يخسر إزاي إبدأ بتقوم بدور مساعد إزاي بتساعدهم في أوقات التعثر وإزاي بتشجعهم بحيث يحققوا تنمية مستدامة لإنتاج هذه المصانع ده حيّة إحنا من أهم المحاورة بنشتغل عليها محور دعم الصناع ده بندعم فيه كل المصانع القائمة في المحافظات كمان بنساعد المستثمرين الجدد أنهما يبتدوا المشروعات بتاعتهم بنساعدهم بنشتغل بتنسيق كامل مع كل جهات في الدولة ده أول حاجة مع الوزرات وعلى الحقيقة عندنا دعم كامل للمبررة الرئاسية من رئاسة مجلس الوزراء من الوزرات من كل الجهات تمام؟ فبنعمل بنشتغل معهم على تسيير إجراءات تسهيل أي مشكلات بتقابلهم بنعمل تحول رقمي للمصانع أي مشكلة بتقابلهم بنبقى معهم مثلا لو حتى عندهم مشكلة في التمويل بنعرف إزاي إحنا نساعدهم في دراسات الجدوى إزاي نوصلهم للبنوك لجهاز تنمية المشروعات وكمان كان كتير من المستأثمرين ورجال الأعمال وهما بيكلموا كان بيبقى كلامهم أن وجود المبادرة معهم بيوصل لهم اهتمام سيدة الرئيس شخصيا بالصناعة والدعم فده بيدي ثقة كبيرة جدا للمصانعين طيب من أهم الأدوار برضو اللي بتقوم بيها مبادرة إبدأ إنها تكون حلقة الوصل ما بين الصناعات الكبيرة والصناعات التكملية إنه هو فيه حاجات صناعات صغيرة يمكن يكون أصحابها مش عارفين إزاي يسواءوا المنتج وفي نفس الوقت فيه صناعات كبرى محتاجة هذا المنتج وما تعرفش إنه هو بيتم تصنيع حاليا في الوصل بالضبط حلقة الوصل بقى إزاي بتقوموا بيها طيب إحنا عشان إحنا بنتعامل مع المصانعين الكبار وبنتعامل مع المصانع المتوسطة والصغيرة فبرضو من أهم الحاجات اللي بنعملها إنه إحنا نعمل زي إنتجريشن أو إنه نندخل المشروعات المتوسطة والصغيرة في سلاسل الإمداد إنه ده أولا بيفيد طبعا المصانع المتوسطة والصغيرة وفي نفس الوقت بيفيد الشركات الكبرى والمشروعات الكبرى في التكاليف بتاعتهم وبيخلينا إنه إحنا نوصل لسلاسل الإمداد أكتر استدامة فإحنا عشان عندنا زي أوفرهيو للصناعة مع المصانعين فبنقدر إنه إحنا نعمل زي حلقة الواصل زي ما حضرتك بتقولي إنه إحنا بنوصل مثلا المشروع الكبير ده إيه مدخلات الإنتاج بتاعته ده طبعا بيزاود نسبة المكاونة المحلية هل في مرحلة معينة إبدأ بتبتدي تتدخل فيها لدعم المستثمر يعني بيجيلي أحيانا بعض رسائل من صغر مصنعين عايزين يبدأوا مشروع ما يقاوه عندهم مشروع عايزين يكبروه بيسألوا إزاي نتوصل مع إبدأ هل في المرحلة دي من مشروعي إبدأ ممكن تساعدني ولا إيه المعايير إحنا الحقيقة بنخش معاهم من أول خطوة يعني من أول حتى ما ممكن تبقى فكرة بيبعتون على الويب سايت بنبتدي إن إحنا نمشي معاهم في الإجراءات في التسهيلات في المشاكل في الحصول على الأراضي الصناعية الوحدات الصناعية أو لو مصنع قائم عايز يتوسع برضو بنبقى معاه مصنع بيواجه مشكلات بنساعده إيه أكتر المشكلات اللي بتكون متكررة اللي لحظتوها ورصدتوها من بداية المبادرة حتى دلوقتي يعني هو طبعا بالنسبة للمصانع الجديدة بتبقى مشكلة التمويل إنهما بيبقوا كمان بيبقى في مشكلة في دراسات الجدوة وترخيص بيبقوا فيه بتبقى بعض المشاكل في الترخيص إحنا بنعمل تنسيق من جهات الدورة بنقدر إن إحنا نسرع وطيرة إصدار الترخيص طب هل فيه صناعات بعينها ممكن نقول إنها كانت غير متوفرة حتى لو كانت صناعات صغيرة مثلا صناعات اللدائن دايما كان عندها مشكلة في اللدائن هل هذه الصناعات تم إدخالها أو فيه خريطة صناعية لإدخال بعد أو صناعات اللي حاليا مش موجودة في سؤول مصر إحنا فيه خريطة طبعا لإدخال كل الصناعات الجديدة وزي ما كنت بقول حضرتك إحنا درسنا وحللنا الفاتورة الاسترادية بتاعتنا وبتدينا نشوف إيه الحاجات اللي هي مش موجودة وهي دي اللي بنستهدفها وبتدينا فعلا على يعني بنحق إن إحنا أهدافنا فيه مصانع لأول مرة زي ما اتكلمنا يعني مثلا من القطاعات اللي كانت فيها مشكلة في الموضوع ده قطاع الأجهزة المنزلية كده عندنا مثلا دلوقتي مصنع للتاكيفات المركزية والتشيلرز ده مصنع لأول مرة موجود في مصر مدخلات الإنتاج للأجهزة المنزلية دي برضو من الحاجات اللي إحنا بنستهدفها ويعني مش فينا على تحقيقها في بعض من مستلزمات الإنتاج أو المدخلات في مكونات الصناعات الكبرى لسه بنستوردها طبعا من الخارج لأنه هي في كتير من الأحيان بتتطلب تكنولوجيا خاصة متطورة مثال الرقائق الإلكترونية اللي في وقت من الأوقات ومع بداية الحرب روسية الأوكرانية كان فيه مشكلة على مستوى العالم كله لأنه الدول اللي بتصنع الرقائق الإلكترونية قررت أنها مش هتصدر لأنه الاحتياج المحلي هو الأولى إبدأ إزاي بتساعد في مثل هذه الأمور علشان نحاول يبقى عندنا خطوط إنتاج أو بداء لمثل هذه المستلزمات الرقائق الإلكترونية هل مثلا بنستورد التكنولوجيا بتاعتها من الخارج خبراء بيجوا ينقلوا الخبرات إحنا من أهم نقاط القوة في إبداء إن إحنا بنعمل على نقل التكنولوجيا فعندنا شركات مع أكبر الشركات العالمية وبنشتغل إن إحنا مش بس نصنع المنتج لأ إحنا ننقل التكنولوجيا هنا فكان فيه فعلا فيه مصانع حصل فيها نقل التكنولوجيا عملنا خطوط الإنتاج دلنا تصميمات بتاعت خطوط الإنتاج ابتدين إن إحنا نعملها في مصر وكمان بعد الأزمة الأوكرانية الروسية فيه كثير من المستثمرين كانوا بيدوروا على بلاد وأسواق جديدة تكون مراكز للتصدير فدي الحقيقة كانت برضو فرصة لنا إنه دي من الحاجات اللي إحنا بنشتغل عليها في جذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا والمعرفة في نفس الوقت شكرا ضفتنا الكريمة الأستاذة دينا الدليل عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية شكرا شرفتنا أفاتينا فندم شكرا جدا